مساء النور إخوتي أخوتي المغالبة متزكي معكم اليوم يتلج صدر خطاب الملك طورة الملك والشعب الذي كان أتلج صدر مغالبة العالم ونوه بكل ما يقومون به وكذلك من المتاعب التي نجدها في الوطن المتاعب والحلول للمؤسسات لم تكن في المستوى وتخلت عن مسؤوليتها أمام مغالبة العالم منهم ضحايا ما في العقار السطوع الممتلكات الاستثمارات وشكل شدل صاحب الجلالة وبحكم سنين من النضال وكضحية للاستثمار ديالي وكجميع ضحايا فالحل الوحيد هي مؤسسة ملكية لحماية ممتلكات واستثمارات مغالبة العالم بالوطن هذه المؤسسة اللي ستكون هي اللي كترافة على مغالبة العالم بالوطن لماذا؟ لأن أولا محرومون من تصويت ليست لدينا أي تمتيلية من غير صاحب الجلالة والوحيد اللي كيقوم بالالتفاتات وتعطي التعليمات في اليوم كانت شوفوا رئيس الحكومة كي يجتمع الاستجابة للخطاب هذا الدور دياله ولكن كانت بقائن كوكيفيد لماذا؟ لأنكم كنتم موزير الفلاحة وكانت وهذه الفلاحة المحافظة العقارية البلطاجة للمافية العقار داروا ما بغاوه في مغاربة العالم في السطو دارنا ألف ومئة ضحية والويداليات وزائد الشمال كل وخصوصا مغاربة العالم يعني العذاب التي الأموال والثقة والثقة في الوطن السبب دياله وما السطو على الممتلكات والاستثمارات وبالما ندخل في التفاصيل نحن نلتجي إلى صاحب الجلالة من أجل مؤسسة ملكية لحماية الممتلكات والاستثمارات مغاربة العالم واللي عنده شيء إشكال تم السطو عليه يعني هذه المؤسسة هي التي تترافع يمشي يرجعه قبل خدمته قبل حياته ومشي يضيع يضيع حياته كاملة وراء عصابات التي لا تحترم ولا تبالي بالقانون وبالعلاقات ديالها ولهذا هذه المؤسسة الملكية هي الحلوحين للردع والاتقاء والاسترجاع التقاء كذلك في مغاربة العالم في الوطن ديالهم الذين يساهمون بالغالي والنفيس كمصدر العملة للوطن المعنبر مغاربة العالم ما تخلوا ولهذا ليست لدينا أي اتقاء في أي مؤسسة من المؤسسات التي تحاول اليوم الخروج وتنظيف الوجه ديالها فنحن لدينا اتقاء في صاحب الجلالة وعليه نطالب بمؤسسة ملكية لحماية ممتلكات واستثمارات مغاربة العالم هذا هو الحل بالوطن تحياتي أخوتي المغاربة وللعودة للموضوع إن شاء الله نوكبه جميعا تحياتي تحياتي